تلقى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر وعرفان من سعادة الأساذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة رفعت فيها أسماء آيات الشكر والعرفان لدعم سموه للقطاع الصحي مما كان له نعكاساته الطيبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وأشادت الصالح بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية للتصدي للفيروس والتي جعلت مملكة البحرين تتبوأ هذه المكانة الدولية المرموقة وتحقيقها للعديد من الخطط والاستراتيجيات والإنجازات الصحية الرائدة على مستوى التصدي لهذه الجائحة لتشكل نموذجا يحتذا به لكافة دول العالم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة ورفعت الوزير الصالح لسموه حفظه الله التهانية والتبركات بمناسبة نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الدكتور تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه الزيارة في إطار الاطلاع على التجربة المتميزة لمملكة البحرين ومدى إمكانياتها ومستوى جاهزيتها المقدمة في تصدي لجائحة كورونا والذي تزامن مع افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة ما يعد خطوة جديدة في ظل الظروف الاستثنائية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتنسيق العلاقات الثنائية بين الجانبين واختتمت سعادة وزيرة الصحة برقيتها بالابتهال إلى المولى جلت قدرته أن يحفظ ويوفق سموه في مسيرة العطاء والتحديث والنماء بمملكتنا الغالية ولصالح أبنائها الأوفياء وصولا لتحقيق المزيد من الرفعة والازدهار والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه الكريمة ترجمة نانسي قنقر